أكد رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية طلعت عبد القوي أن الزيادة السكانية بلغت خلال العام الأخير نحو مليونين ومائة ألف نسمة فيما بلغت نسبة الوفيات خمسمائة ألف نسمة جاء ذلك خلال انطلاق مؤتمر الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية حيث أضاف رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية أن تعداد مصر وصل إلى مائة وستة ملايين نسمة بالإضافة إلى الوافدين من العرب والدول الأخرى قولنا كبير تلعبه منظمات المجتمع المدني إذا العديد من القضايا وعلى رأسها زيادة سكانية ومن هنا جاء انطلاق مؤتمر الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية لمناقشة التحديات التي تواجه المجتمع وطرح الحلول والأفكار بالتعاون مع أجهزة الدولة الجمعيات الأهلية لها دول مهم جدا في تفعيل الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية خمستاشر تلاتين ويمكن احنا عندنا النهاردة الاستراتيجية بمحورها الخامسة سواء المحور خاص بخدمات الصحة الإنجابية وتنظيم أسرة احنا كجامعات مستدارية مشاركين في تقديم الخدمات للمواطنات الراغبات والمواطنين اللي هم بيعني برامج الصحة الإنجابية وتنظيم أسرة على مستوى الجمهورية احنا لدينا أكتر من ستمائة عيادة موهدين ايضا المحور الثاني يكلم عن القوى البشرية صحة الشباب والمراهقين احنا عندنا احداث صديقة للشباب اللي موجودة بتدي توعية للشباب حول قضايا الصحة الإنجابية والتوعية برامج تنظيم أسرة التوعية والتثقيف لكل أفراد الأسرة من المحاور التي تطرق إليها المؤتمر لتنظيم العملية الإنجابية بالإضافة إلى التمسك بالتعليم الدينية التي تدعو إلى التربية الصحيحة وليس الكثرة في الإنجاب نبغي أن نلتفت أنه ليس مجرد الكثرة هي التي سنأخذ عليها الأجر بل الاعتناء والمسؤولية عن أنفسنا وصحتنا وعن أولادنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راعين وكلكم مسؤولون عن رعيته كانت مصر قد أطلقت الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030 لتعظيم الخصائص السكانية والارتقاء بجودة الحياة للأسرة المصرية ويأتي معتمر اليوم كخطوة على هذا الطريق محمد الخطيب التلفزيون المصري